رقم قياسي سجله ارتفاع درجات الحرارة في العراق ليصل إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا بحسب وكالة الأسوة شبرس التي أكدت أن درجات الحرارة سجلت النسبة الأعلى منذ بداية التدوين للطقس الوكالة بيّنت أنه رغم درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين درجة مئوية إلا أن هذا الارتفاع لم يمنع العمال والكسبة من مواصلة عملهم في أجواء توصب بالخطيرة والمهددة للحياة جراء حاجتهم لتوفير متطلبات العيش لعائلاتهم لحدنا درجة الحرارة فوق الخمسين وإحنا حدادين يعني الصور يعني خمسين وحدادي يشتغل يعني فوق المئة يصير درجة الحرارة يعني نار من جوه ونار من فوق وإحنا مجبورين نشتغل دعنا صاحبين عوائل جاء نفتر بالسوق وما كملنا غراضنا من وراء الحر وهذا الماء الله يوكيلك يعني خلصين صندوق إحنا من وراء الحرورة حلفة كل ساعة أشرب ماء كل ساعة أشرب ماء والله العظيم حتى ما كملنا غراضنا ونرجع من البيتال متنة مواطنون عراقيون تساءلوا عن أسباب تزليل 14 محافظة عراقية درجات حرارة هي الأعلى في العالم دون غيرها من دول الجوار ولعل الجواب تجده خلال مشاهدة ازدياد معدلات شح المياه واتساع رقعة التصحر وتصدر العراق قائمة أكثر البلدان والمناطق تلوثا في العالم وفقا لشركة IQR السويسرية حرارة لا تحتمل وأشعة هي الأشد خطرا على الإنسان دفعت بشركات النفط في البصرة إلى رفع راية البنفسجية تحذيرا من خطر قاتل كانت انبعاثات الغاز المصاحبة لعمليات استخراجها للنفط أحد أسباب تحول العراق إلى البلد الخامس الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة ارتفاع في درجات الحرارة وعواصف ترابية والحصار للأمطار أبرز سمات العراق اليوم الذي دفع بالمفوضة سامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فلوكار تورك للاستشهاد بمناخه واعتباره بمثابة انذار للعالم أجمع من قرب فقدان التنوع البيئي ودخول مرحلة الغليان ترجمة نانسي قنقر